أن المسرح المدرسي صنع منا حد واعي حد فاهم المدرسة أو المسرح المدرسي له دور كبير جدا في توعية الطالب بقضايا مجتمع الإيجابية والسلبية بحيث أنه يستطيع أن يطور في الإيجابي ويحاول أن يعالج السلبية فدلوقتي يا سيد موحي أصلا فيه مسرح مدرسي أنا أفتكر يعني لما أنا كنت طالب كان عندنا مسرح ضخم جدا ما شاء الله ولكن ما كانش عندك المعلم اللي هو بيدخلك المسرح وبيعلمك هو كان موجود ولكن ما عندكش المعلم أو المدرس اللي ممكن ياخد بأيديك حتى لو أنت عندك الموهبة فدي أعتقد نقصانة شويتين يعني نتكلم في حاجات مش موجودة على أرض الواقع أو مش مطبقة بالنسبة اللي هي ترضي الناس اللي بتسمعنا أو بتشوفنا دلوقتي صحيح هو المسرح المدرسي النهاردة في حالة ركود يعني أنا أتذكر مثلا سنة 2005 كان الأستاذ هاني كمال مدير الإدارة المسرحية في القاهرة وقعد أربع سنين عمل يعني نوع من الإعلام والطلبة والمدارس وأنا شاركتي في بعض اللي جاني التحكيم وخصوصا مدارس الأصحاب ذا والهمم إزاي كانوا بيطلعوا على المسرح ده مواهب جبارة يا سنة مواهب جبارة جدا والنهاردة أنا بشوف أعداد كبيرة منهم في التلفزيون النهاردة في الدراما يعني المسرح المدرسي بيستطيع أنه يغير لو فيه تشويش في الصحة العقلية تشويش بشكل ما أو بآخر تشويش الشارع تشويش السوشال ميديا المسرح المدرسي بيزبط هذا التشويش بينور لمبة في العقل بتاع الطالب خصوصا الطالب في السن الصغيرة دي بيكون محتاج تفريخ طاقة تعبير بشكل ممنهج عما يراه سلبي أو إيجابي أنت بتعلمه قدرته على منقض سواء بأنه يكتب عرض مصرحي أو يمثل في عرض مصرحي أو أنه يشارك حتى في الموسيقى بتاعة أو الأشغال الفنية يعني النهاردة التي عندك في الوزارة وزارة التعديم إدارات للأشغال الفنية والموسيقى والمصرح لكن المصرح المدرسي في حالة ركود أنت محتاج كمان أنه ما يبقاش فقط مدرس هو اللي ما عندوش دراية كاملة بخشبة المصرح وبالعمل المصرحي وبالنحية التربوية للمصرح المدرسي لا إحنا محتاجين كمان خريجي معاهد الفنون المصرحية يكون في شخص متواجد في كل مدرسة على الأقل يعني بالانتداب بالإشراف كل أسبوع يروح مرة بحيث يعطي محاضرات للطلبة ويشارك معاهم في إنتاج عمل مصرحي ولو كان من الفصل الواحد لأنه ده انت اللي بيتفرجوا عليك الطلبة نفسهم فده بيفرق شحنات وبيعلمك حاجة جديدة وللأسف إحنا مش واخدين بنا منها والله يا أستاذ محي أعرف لو أنت عندك المدرس الكف